بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بنتكلم النهاردة عن استكمال للورشة اللي احنا بدأناها شرحنا فيها كيفية ان البلاك بورد كولابوريت ألترا ده عبارة عن وسيلة للتواصل سواء الأكاديمي أو التواصل الأداري زي ما مكتوب قدامنا كده بالشكل ده وتعرفنا على إنشاء الجلسة الافتراضية وانك تبقى من خلال مقرر ثم قلنا ان الاعدادات وتزبيطاتها المفترض ان احنا خلاص وصلنا لغاية القطوة اللي قدامنا دلوقتي اللي هو تم الدخول الى القاعة الافتراضية والحقيقة فيها ثلاث أماكن رئيسية المكان الأولاني اللي هو المينيوم المكان التاني الايكونز الموجودة تحت اللي هي بتاعة الفيدباك أو رسبونس وهنا الستينجز أو الاعدادات والقوائم ومشاركة المحتوى الى آخره يبقى فيه ثلاث أماكن هنا محتاجين نتعرف عليهم بتلاث قوائم مختلفة اللي هي قوائم الفصل الافتراضي اهو الصورة اللي قدام حضرتكم دي او الشريحة دي بتلخص الموضوع كله وهناهضوا بعد كده بمشيئة اللي بالتفصيل فبنلاقي ان هنا لو رجعنا ورا شوية كده هنا كان فيه ثلاث شرط بالشكل ده كده وهنا السهمين الموجودين دول يبقى فيه عندنا السهمين الموجودين دول وهنا ثلاث شرط هنا مهمين جدا للموضوع ده ليه عشان ما بنعمل كده الشريحة اللي عليها الدور فبنلاقي ان الشكل تغير اه لاننا حقفلها هناك مقفولة اضغطت عليها بقت مفتوحة عندي قائمة هنا بيظهر عندي اسم الجلسة الافتراضية هنا ابلاغ عن الاعطال هنا لو حد عايز يعرف اكتر زي تيوتوريال او حاجة تعليمية عن الكولابوريت او الهلب او المساعدة او التفاقية السرية اللي هي بتنقلنا اه لازم بيتوافق عليها اللي هي ممنوع ان بنستخدمه فيه شيء كذا وكذا وكذا الباسورد واليوزر ما يطلعوش برا الى اخره الايكون اللي موجودة تحت هنا هي اللي هي مغادرة القاعة يبقى عندنا اسم الجلسة الافتراضية الابلاغ عن الاعطال او الريبورت يعني ايشو التويتوريال الهلب والليب سيجان يعني مغادرة القاعة لو واحد عايز يخرج من الفصل الافتراضي ويخرج من المحاضرة يعني الجزء اللي في النص هنا خاص بزر اظهار رد فعل الوريس بونس او الفيدباك وحنشوفه بالتفصيل طبعا تشغيل المايك او او مايكروفون الكاميرا ورافع اليد عشان طلب مغادرة او مشاركة او الى اخره او استفسار طبعا هنا بيظهر ان ما فيش حد دسة موجود في الغرفة لما خدت اللقطة دي كان محدش موجود وانا بسجل الشاشة يعني القائمة الاخيرة هنا اللي هي زر اظهار قائمة التشغيل والاعلان زي ما حنشوفها بالتفصيل نروح مع بعض كده نتعرف على الازرار اللي في النص بقى يبقى احنا الشريحة اللي فاتت شفنا دول عبارة عن ايه نروح للجزء اللي في النص حنلاقي هنا الجزء اللي هنا اللي هو عبارة عن ايه اه الجزء ده احنا زي ما فقنا اهو لو احنا رفعين الايد بالشكل ده كده او ظاهر عندي طبعا ما فيش غير ايه حد واحد اللي موجود خلاص انا كنت موجود اه وحيدا يعني في الغرفة فبالتالي كده لو حد بيرفع ايده بحيث المحاضر او المسؤولة عن الجلسة بيشوف هو بيسأل بيستفسر بعد حاجة عنده مشكلة الى اخره طيب القائمة دي جبناها منين الحقيقة؟ اهو من هنا دول اربع ازرار موجودين هنتعرف عليهم كمان شوية فالما بغط على الشكل ده اللي هو الحضور اللي عندي فبعرف من دي اللي حاضرين موجودين معايا ودور كل واحد فيهم المدريته اللي هو المنصف يعني نروح للشاشة اللي بعد كده اهو قدي الازرار بالشكل ده كده الزر ده اللي احنا قلنا الفيدباك بيبقى موجود هنا لو انا عايز اخره قوي ولا غادر القاعة الفيدباك مثلا هابي مش عارف سعيد الى اخره يعني مش هو ده اللي يهمني اللي يهمني هنا اجري او ديس اجري اذا كانت في حالة البولينج او الاقتراع زي ما حنشوف هنا دلوقتي اهو بمشيئة اللي اهو انا كبرت الشاشة شوية وقادي اهو بعيدا عن الجلسة مغادرة الجلسة الفيدباك او الاستجابات سواء كان مصرور او متفاجئ اه عايز الموضوع يبقى اسرع عايزه ابطأ في حيرة من امره عن الاحساسه بالمحاضرة او بالجلسة والاتنين ده بنستخدمه في حالة الموافقة وعدم الموافقة خلاص اه اذا كان يبقى ده الجزء اللي موجود عندنا اهو وعرفنا ده الايكون الاولاني طبعا هنا اسم منصق الجلسة او مدير الجلسة نشوف الجزء التاني اللي هو خاص بالمايكل هو تشغيل اوكاة من الصوت طبعا لما كان الصوت مكتوب كان عليه خط زي الكاميرا كده لما شغل نابي ياخدوا اللون الاخضر ويبقى فيه المؤشر بتاع وحجم الصوت وانخفاضه بالشكل ده الحاجة التالتة بقى اللي هي ضغطنا عليها الكاميرا الصورة قديمة شوية فبالتالي اللي بيظهر شكل الكاميرا واقدر اشارك او اقدر الغي الموضوع ده كله بنيجي بعد كده للخطوة الاخيرة اللي هي او الايكون الاخير اللي هو اذا كان طلب السماح للمغادرة او السؤال او تشغيل المايك لو كان المحاضر قافل المايكات الى اخر هذه الامور بس لتنبيه المحاضر ان فيه استفسار هنا او فيه شيء محتاجين نرد عليه يعني نيجي للقائمة الاخيرة اللي كانت هنا اهو بنلاقي فيها عندنا الايكونة الاوانية اللي هي خاصة بعمل الشات او المحادثات وطبعا هنا عشان ما كانتش فيه افراد موجودين القائمة التانية القائمة التانية او الزر التاني بيظهر الافراد اللي موجودين هنا واسماءهم الى اخره اهو ده مثالي بيظهر ان فيه سبع حضور ان فيه المودليتور اهو موجود ان فيه حد دوره كمنسق وان فيه خمس مشاركين موجودين معنا طبعا دي اسماء وهمية او من مكان مش حقيقي يعني عشان نوضح بس الصورة يعني طبعا هنا العدد ده مش مظبوط لان احنا قلنا نصولات دي نجيبها من مكان اخر فالعدد ده المفروض يبقى سبعة زي هنا يعني العدد هنا المفروض يبقى سبعة طبعا دي اهم جزئية الحقيقة بقى يعني بخلاف الاعدادات دي اهم جزء لان هو ده اللي بنستخدمه في الفصول الافتراضية يعني الفصول الافتراضية كل المحاضرة وكل الورشة العمل الى اخره هو هنا share content يعني مشاركة محتوى المحتوى ده ممكن يكون primary content زي صبورة بيضة هنكتب عليها او هنرسم زي ما هنشوف او تطبيق معين يعني باوربوينت بي دي اف برنامج احصاب ماثيماتيكا ستاتيستيكا الى اكرو او entire screen الشاشة كلها بسكنت مشغل النت او مشغل اي حاجة او بشارك ملفات اسنا الوقت كانت صورة او باوربوينت او بي دي اف ده الحقيقة الاساسية اللي بنشاركها يعني زي ما مكتوب قدام حضراتكم second content بقى مشاركة استطلاع يعني بسأل سؤال شافهي وبيبقى مطلوب بقى ان مسلا بيصوتوا عليه من الزراير اللي موجودة عندنا هنا وده الطايمير مسلا ازا كنت انا عامل سؤال وعملو توقيت معين هنشوف كل الحاجة هنا بالتفصيل نيجي للايكون الاخير اللي هو او الاعدادات الاعدادات الاوانية اللي هي خاصة بالصوت اهو رفع الصوت او خفضه سواء السبيكر او المايكروفون هنا تحت هنلاقي بعد في ده اللي هي التنبيهات اللي يهمني هنا بقى مشاركة المحتوى مشاركة صببورة بي ده بتطلعج الصببورة بي ده دي اقدر استخدم كل الازرار دي سواء ده كمؤشر او الم اكتب بي او اشكال هندسية او نص كتابي او بمسح اللي انا عملته الجزء اللي هنا ده لو ضغطت عليه فبيطلع لي تكبير او تصغير لو انا عايز اكبر الشاشة او اصغرها ده الصببورة لو انا عايز بقى اوقف المشاركة مع الاخرين بضغط على هذا الصرار فبيقول لي stop sharing ووقفت لمشاركة الصببورة الانتائر سكرين الشاشة بالكامل زي ما هنشوف او التطبيق محدد اهو الانتائر سكرين لما بفتح فبيمجيه اعطيه دي الشاشة بتاعتي بتاعتي بكمبيوتر ومتعلم عليها وبقول له share بندغط share يعني مشاركة ده الجزء بتظهر للحضور او تطبيق معين بس هنا في شرط ان لابد يكون التطبيق اللي انا هعمله يعني برنامج سواء الاكسوبرورر او الباوربوينت او البي دي اف او البرنامج اللي انا عايز اشاركه لازم يكون مفتوح في الاول عشان يظهر لي هنا فهنا دي البرامج المفتوحة عندي فباختار مين فيهم اللي انا عايز اشاركه واضغط share فبيظهر للحضور هنا اهو نرجع الخطوة كمان هنا بقى الاختيار التالت اللي هو share files بشارك ملفات بالشكل ده بشارك ملفاتهم حديد لي الانواع لاما بسحب هنا الصورة او البي دي اف فبيظهر لي هنا بيتحمل في المكان ده او انا بضغط زي ما هنشوف دلوقتي كده فبيفتح للكمبيوتر بتاعي وابتدي اختار الجزء اللي انا عايزه وبضغط open بروح بعد كده وحنشوف ده بالتفصيل دلوقتي بعد كده البولنج او الاقتراع بسأل سؤال وبدي هل فيه اختيارين ثلاث اختيارات اربع اختيارات خمس اختيارات واقول start يعني نبدأ التصويت وممكن يكون بشغل الطايمر يعني اهو بالشكل ده بسأل سؤال اللي هو yes or no اللي موافق بيضغط هنا اللي مش موافق بيضغط هنا فبيظهر لعدد الاستجابات وبقدر هنا الغي اوقف البولنج او الاقتراع او التصويت على شيء معين ممكن اعمل خمس اختيارات بالشكل ده الطايمر بتاعي بقى مجاية اللي هو count down يعني بيبدأ مسلا خمسة فيبدأ خمسة اربعة ثلاثة اتنين وهكذا فين الكلام ده اهو الطبع مؤقد بيظهر تحته المؤقد بيظهر تحته هنا وطبعا بسامي المؤقد بقى في الورشة مثلا زي انبارح كان احد الزملاء كان كاتب مثلا بقى صلاة العشاء وكاتب التوقيت بقى يقدي كده على صلاة العشاء مثلا وهكذا عايز count down الى اخره بحد اللي انا عايزه timer viewable buy كل الناس بتشوفه ولا انا بس اللي بشوفه فبرضو بقدر كل الاختراض دي بقدر اه اه اختارها يعني وبعدوس start بيبدأ التوقيت بتاعي طيب بعد كده بيجي بقى عامية التصبيت بتاعت اللي هو يبقى دي كلها اللي احنا شفناها اه ييجي عندنا بقى الـ ودي مهمة جدا خلاص اللي هي ايه ده الصوت خلاص احنا قلنا الصوت وده اتكلمنا عنه قبل كده هنا دي مهمة قوي اللي هي التنبيهات ليه تنبيهات دخول وخروج او انضمام وخروج حد من الجلسة هل visual بس يعني مرقي ولا كمان audio notification تنبيه صوتي يبقى رنة زي الجرس كده لو ده يبقى في ازعاج بشي للعلمتين دون لو فيه انا عايزة بقى متنبيه عشان اعطني لسابق الجلسة ومن اللي رجع باسبهم طيب لو حد بيشارك بكتابة عشان اعطني فيه حد كتب سؤال او حاجة عشان اروح اقرأه واجاوب عليه يبقى باسيب لتنون دون يا اما visual بيطلع للسؤال او صوت فبروح يعني ما بيسمعش او عنده مشكلة في السمع فبتالي حتى لو بيكلم نفس اللغة بتاعتنا فباسمح باختار حد او اتنين من اللي موجودين من الحضور من هنا وحطه قدامه اللي هي فبتدي يكتب الكتابة اللي انا بقولها كتابة فالشخص اللي عنده مشكلة في السمع فبيقرأ خلاص طيب او بيكلم لغة تانية فيبقى بخلي انا مسلا بشرح بالعربي فيه اللي بحدي برفع يده من هنا زي هنا فبرده بدي تنبيه مرئي او تنبيه صوتي ننجي بقى اللي هو اعدادات الجلسة اللي احنا عملناها في الاول خالص ممكن من هنا لو انا عايز اخلي الحضور اللي عندي يشاركوا يستخدموا الكاميرا انه هم الكتابة انه هو يرسموا على الصبورة واحنا اتفقنا من باري احنا بنسمح بالصوت والكتابة زي اده اسمع الصبورة ما بسمحش به غير فحالات خاصة اذا كان فيه منقشة مشاريع او حاجة وحده بيعرض او بيكتب على الصبورة نيجي في اخر اختيار في القائمة الطويلة دي اللي هي سيتنجز متاح اللي هي اعملت لو في مشكلة عندي هل مشكلة ما حدش بسمعني انا مش سامع اه مش سامعيني انا مش سامعهم ده اذا كانت في الصوت مشكلة الفيديو نفس الكلام هما مش شايفيني او انا مش شايفهم بكتب المشكلة بتاعتي هنا وبعلم على الاختيار اللي انا بيمثل المشكلة بتاعتي وهكذا وادوس يعني ارسال فبيوصل لشركة البلاك بورد وبحيث انها ممكن بتقول لي الحل او المشكلة جاية منين او بتظهر لي لو بيحصل حل لها المشكلة بكده بنكون الفصول الافتراضية كل لها بالكامل كمية او الفصل الدراسي احنا اخذناها على اكتر من فيديو الفيديو بتاع النهاردة كان خاص بشرح الاعدادات بتاعة القائمة اللي قدامنا هنا والقائمة اللي في النص هنا والقائمة العليمين وبكده بيكون ورشة الفصول الافتراضية اكتملت يعني ان شاء الله تكون بفيدة بإذن الله بمشيئة الله ان كنت اخطأت او نسيت شيئا فمن نفسي وان كنت احسنت فمن الله وإلى ان نلتقي في ورشة قدمة اترككم في رعاية الله وامان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته